اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين معكم أبو بكر إلياس رئيس جمعية ندرس العلم العاتيقة لزاوية ايت سيدي بودالا المتواجدة على التراب جماعة والقاضي وقيادة والقاضي كذلك وقليم وعمال التارودانت نشكر القناة الأحداث المغربية التي أتحت لنا هذه الفرصة ومن خلال هذا المنبر أريد أن أوجه رسالة إلى كل المتدخلين الذين ساهموا ولم يعلوا جهدا في تنظيم هذا الموسم السنوي لزاوية ايت سيدي بودالا والذي شهد حضورا منقطع النظير حيث كان فيه العلماء والفقهاء وأناس من خارج القبيلة الذين كان حضورهم لافتا كما أن أهل القبيلة حضروا بشكل خصوصا أنه صادف العطلة الربيعية وقيم في هذا اليوم 16 مارس 23 و2000 الذي يصادف 23 من الشعبان 44 و400 و1000 فهذا الموسم الذي ذأبت القبيلة على تنظيمه سنويا منذ ما يزيد على ست قرون والقبيلة كانت ولا زالت يعني تقف وقفة لاستمرار هذه المعلامة كما أوجه الرسالة للسلطات المحلية بداية المستيد القائد وأعوان السلطة والدرك الملكي الذين كان حضورهم لافتا ومنذ بداية الموسم إلى آخره كذلك إلى رئيس المجلس العلمي لإقليم تارودانت والمندوب لإقليم تارودانت لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذين ساعدونا وأيدونا وتعاونوا معنا في إقامة هذا الموسم فكذلك أريد أن أوجه رسالة شكر إلى كل الحاضرين والذين حضروا في هذا الموسم وعانوا من عناء الصفر خصوصا أن البعد المسافة فنشكرهم جزيل الشكر كما لا أنسى المرأة الزدوتية التي كانت ولا زالت تقف وقفة رجلين منذ ما يزيد على أربع أسطة قرون لاستمرار هذه المعلامة واستمرار هذا الموسم وهي التي كانت تحرث الأرض وتزرع الأرض وتحصد ثم تبعث بعشور خراجها إلى هذه المؤسسة وهذه المعلامة التاريخية وهي زاوية أي تسي دي بودالا هذه المرأة المناضلة الزدوتية التي جار في شرايينها وقلبها وعروقها حب هذه المعلامة وحب القرآن ولا زالت ولله الحم كما أتوجه بالشكر إلى قناة الأحداث المغربية التي غطت تعطية كاملة لهذا الموسم السنوي وكذلك الصحافة الذين كانوا في هذا الموسم أن أرفع الدعاء لأمير المؤمنين نصره الله وللأسرة العلوية الشريفة التي دائما وأبدا تعتني بهذه الزوايا والمدارس وتحب استمرارها كما ندعو لصاحب الجلالة بالنصر والتأييد وكذلك لأنسى المحسنين الذين يساهمون في هذه المدرسة لأن المدرسة تعتمد على نفقات أهل القبيلة وتعتمد على نفقات المحسنين فهذه المعلامة إن شاء الله عز وجل نريد أن يلتفت إليها الآخرون يعني جميع المتدخرين والحمد لله الخير هو ضالة المؤمن فأينما وجده فهو أولى به فندعو الجميع إلى المساهمة معنويا قبل أن يكون ماديا في إنجاح هذه المعلامة التاريخية وهذا الموسم السنوي الذي يحج إليه الآلاف من خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن الحمد لله لزيارة هذا المقام الذين تحملهم الأشواق والنية للدعاء في هذا المقام ولزيارة الصالحين ولزيارة أهل القرآن كما أوجه واحد الرسالة لقبيلة أغمي الذين يأتون بالدبيحة ويصدق للطلبة فهؤلاء الناس ذأبوا على هذا ما يزيد على ست قرون يكرمون الطلبة في كل موسم بهذه الذبيحة يكرمون طلبة القرآن في هذه الزاوية دي الأيت سيدي بودالا فنسأل الله أن يجمع الشم لنا جميعا وتوجهوا بالشكر لقبيلة إدوزدوت التي سهرت على تنظيم هذا الموسم تحت إشراف الجمعية دي المدرسة العلمية العاتقة لزاوية أيت سيدي بودالا التي كانت دائما هي المنظم والمشرفة على هذا الموسم جلالة الملك محمد السادس اللهم انصره النصر عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام المسلمين اللهم كن له مؤيدا ونصيرا ومعين وظهيرا واحفظه اللهم في ولي عهديه وفي صنوه وفي باقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أدم عليه السعادة ونعمة الصحة والعافية يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رقاء وسائل بلاد المسلمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم زاوية سيدي بودالا هي زاوية قديمة معروفة لها تاريخ عبر الزمان فيها مدرسة قرآنية وعلمية لها إشعاعها الثقافي والروحي منذ تاريخ طويل وقد تخرج منها عدد من الفقهاء والأئمة وغيرهم من التجار حفظوا القرآن الكريم من هذه المعلمة التاريخية القرآنية والتعليم العتيق كما تعلمون هو ثمرة من ثمار جهود العلماء المغاربة عبر التاريخ وله وزارة وصية تعطيه وتوليه اهتماما كبيرا من العناية والرعاية كما أن القابلة جزاها الله تعالى خيرا جعلت هذه المدرسة مدرستهم التي يهتمون بها كثيرا ويرعونها حق الرعاية ولها جمعيتها كذلك التي تسعى وتبذل الجهود الجبارة في سبيل إنجاح التعليم العتيقي التعليم القرآني في هذه المدرسة القرآنية العلمية ونقول بهذه المناسبة المباركة الميمونة نريد التفات من الجهات الوصية ومن المحسنين ومن القبيلة إلى هذه المدرسة التاريخية التي تتواجد في هذه المنطقة منطقة غرم نواحي تارودانت والحمد لله تعالى في المدرسة الآن طلبة العلم وطلبة القرآن الكريم فالمدرسة تؤدي رسالتها على الوجه المطلوب ونتمنى لها مزيدا من التفوق والتألق بإذن الله سبحانه وتعالى وبجهود الوزارة الوصية وبفضل المحسنين جزاهم الله خيرا وبارك فيهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة نحن نتواجد بمكان جبالي بتضاريسه إلا أنه خصب من حيث معنوياته لمنطقة المعروفة والمعلامة القائمة مدرسة سيدي بودالا التي بجوار زوايا أخرى ومعالم أخرى المدرسة العامرية بالنحيط مدرسة التيوت المدرسة الأخرى بتمسلت وما لم نعلم من كل ذلك على كل حال أهمية الزوايا وأهمية المدارس العتقة تتجلى في حاجة الناس إليها تاريخ يتحدث عن أن مدن كثيرة مرت في حضارتها وفي اتساعها بدون حصون بدون قصور بدون مصانع لكن لم يتبت تاريخيا أن وجدت بلدة من بلدان الدنيا خالية من أماكن العبادة في هذا الإطار تأتي أهمية السوسيين بالخصوص في الاعتناء بالقرآن وبتدريس العلم بل تكونت من جراء هذا أسر علمية كبيرة كأسرة الججتميين مثلاً القرسيفيين الحوضيقيين الإلغيين وغيرهم كثير عمر برادا من مدينة الضر بيضاء جينا في اليوم المبارك الموسم بودلا باش نشاركو مع الإخوان ديال المنطقة ومشاركو مع الناس ديال الجمعية في هذا الموسم المبارك اللي كان فيه حضور كبير وإقبال كبير كذلك من جميع مناطق المغرب كان حفل يعني حفل مبارك وحفل استفدنا فيه كثير من الكلمات اللي ألقوها اللي ألقوها العلماء ديالنا الأجلة ومن استمعنا إلى إلى آيات بينات من القرآن الحكيم تنتمنى التوفيق لهذا الموسم وتنتمنى التوفيق لهذا المدرسة المباركة العتيقة اللي كان هنا في هذا المنطقة واللي عندها باع كبير وعندها يعني تاريخ ووجدات عدد من العلماء وعدد من الفقهاء تنتمنى لهم التوفيق الجميع وتنتمنى سنة المقبلة يكون أكثر نجاحا وأكثر توفيقا بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل وعلى أهل وصحبي أجمعين اسمي حمزة من تركيا اليوم حضرنا في هذا الموسم المدرسة العتيقة في سيدي بودلال بودلال ماشاء الله يعني جو معنوي رائع صراحة يتحد القلوب أنا في تركيا متخرج من مدرسة العتيقة فيه تقارب كثير ما شاء الله بين المدارس العتيقة الموسم جميل جدا صراحة فيه يعني العبرة للآباء والأمهات أن يرسلون أولادهم لهذه المدارس العتيقة وأن لا يتركون هذه المدارس العتيقة يعني ضروري أن يرسلون أولادهم لأن هذا له علاقة روحية لأن المدارس العتيقة مدارس القرآن الكريم وصراحة إن شاء الله جزيلا تركيا سأنقلوا هذا الجو المعنوي للأتراك للإخواننا في تركيا إن شاء الله من اسمهم حمزة در تركيا سيزا جزيلا سلام جتردم حبنزا سلام جزيلا جزيلا هذه المدرسة بيزيلا يوريزا مردن بلغس ديارباخر بلغس 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 مدارس العتيقة بلغس 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 بلغس